من جديد جامعة صنعاء ساحة لانتهاكات الميليشيا وهذه المرة في كلية الصيدلة حيث أقدمت الميليشيا على اقتحام الكلية وفرض عميد موال لها في محاولة لكسر الإضراب الذي داعا له مجلس الجامعة ونقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين بالجامعة رفضاً لقرارات أصدرتها قيادة الجامعة المكلفة من قبل الميليشيا هذا القرار كأنه لم يكن لأنه تخذ من غير ضيصفة ولأول مرة يتم اتخاذ قرار موحد داخل قيادات جامعة الصنعاء برفض هذا القرار رفضاً مطلقاً وبحسب النقابة فإن الإضراب سيستمر حتى تنفيذ مطالب عدة طالبت بها كل قيادات الجامعة طالبنا بإلغاء القرار أولاً وأيضاً رفضنا التشهير بقيادات الجامعة السابقة لابد أن يعاد الاعتبار لجميع من تم الإساءة لهم وفي النهاية يتم التشاور واختيار شخصيات إذا كان لابد من أن يكون هناك تغير لابد من التشاور حول شخصيات لنطبق عليها معايير معينة تحريض الطلاب على الأكاديميين وتصوير الإضراب على أنه يضر بمصلحتهم واحد من سبل عدة استخدمتها الميليشيا في محاولة لكسر الإضراب وتنفيذ قراراتها جامعة صنعاء كباقي مؤسسات الدولة التي تسعى الميليشيا جاهدة لإخضاعها وجعلها تحت الوصاية لكنها الوحيدة التي ما زالت متمسكة بملامحها المدنية ورافضة للميليشيا وتواجدها اشتركوا في القناة